اربعة اشهر انقضت على ابرام اتفاق ستوكولم بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي برعاية الامم المتحدة من دون اي تقدم يذكر في تنفيذ الاتفاق باستثناء الهدنة الهشة في مدينة الحديدة والتي تغددها الخروقات الحوثية باستمرار ومنذ ذلك الحين ما يزال المبعوث الاممي الى اليمن مارتيني غريفيت يحاول الابقاء على جذوة الامل بتنفيذ الاتفاق من خلال الاعلان بين الحين والاخر عن تقدم باتجاك التنفيذ دون ان يلمس اي اثر لذلك على الواقع سواء فيما يتصل بانسحاب القوات واعادة الانتشار او بشأن تبادل الاسرى والمعتقلين الذي لم يرى النور حتى الان تعقيدات كبيرة تعقل تنفيذ اتفاق ستوك هولم لا سيما في ظل اصرار ميليشيات الحوثي على عدم تسليم مدينة وموانئ الحديدة الى قوات الشرعية التي تؤكد ضرورة انسحاب الميليشيات من اجل حل ملف الحديدة وتسليمها وموانئها الى الحكومة المعترف بها دوليا اصرار ميليشيات الحوثي على عدم تنفيذ الاتفاق من خلال الخروقات المستمرة امر دفع الحكومة اليمنية لمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي وتحميلهم مسئولية تأخير تنفيذ الاتفاق ميليشيات الحوثي عبرت عن التزامها بتنفيذ الاتفاق متهمة الطرف الاخر بوضع العراقيل والمماطلة بتنفيذه فيما اكدت الحكومة اليمنية ان الميليشيات خرقت اتفاق وقف اطلاق النار اكثر من 2500 مرة حتى الان ما تسبب بمقتل واصابة المئات من بينهم نساء واطفال وعلى الرغم من التطمينات التي يقدمها مارتين جريفيث بشأن موافقة اطراف النزاع في البلاد على المرحلة الاولى لعالة الانتشار وانسحاب القوات من الحديدة الى ان سكان المدينة يخشون من تجدد القتال مع تضاؤل فرص السلام وتصاعد المخاوف من نشوب حرب جديدة هناك وضع معقد اصبح امامه الشارع اليمني ينظر الى الاتفاق على انه بات قاب قوسين او ادنى من الفشل لطول فترته وعدم قدرة الامم المتحدة على اقناع الاطراف بالتنفيذ خصوصا وان عدم التقدم في تنفيذه يعني انسداد افاق الحل السلمي في اليمن وتواصل معاناة اليمنيين من الحرب وتابعاتها الثقيلة على الاوضاع الانسانية في البلاد